السلام عليكم معكم الشيف مصطفى من مطبخ الأكلات العراقية سأقدم لكم طريقة عمل التوست هنا عندي حليب دافي كوب ونص أنا هسا راح أنقع الخمرة بكوب ونص أحتفظ به جانبا إلى أن أستعمله بالعجن وضفت هنا للحليب واحد ملعقة أكل سكر وراح أستعمل خميرة مكعب أخذ نص المكعب وممكن خميرة فورية هذا نص المكعب خليته بالحليب الدافي ومثل ما قلت لكم خميرة فورية ممكن تستعملون راح أتركها إلى أن أحضر باقي المواد وبعدين أستعملها راح أغطيها بنايلون حتى يضاعف حجمها أو تتكاثر وبديت هنا راح أبدأ أحضر الطحين بنفس الكوب اللي قسيت به الحليب دا أقيسل الطحين هنا ثلاثة كوب دقيق الطحين يعني وواحد ملعقة أكل ملح وراح أخلط هاي المواد الجافة و بعدين أضيف المواد الباقية أضيف لها الخميرة وهي والحليب وأضيف لها زيت هسا راح أشوفوا هاي واحد ملعقة أكل ملح راح أخلطهم شوية أحركهم يعني وبعدين أضيف المواد السائلة هاي هنا شغلت العجانة وراح أضيف هنا واحد كوب حليب اللي يبيه الخميرة ونصف بعدين أضيفه أثناء العجن يعني يصير واحد ونصف حليب دافي هذا حركته داعجنها على كيف بالبداية على الهادى وبعدين أعلل حركة مالة العجانة هي هاي العجينة الصير لينة وممكن تلتسق بإيدكم بس عادي بس ما تكون حيل زيادة لينة لا يعني هسا راح تشوفون قوامها هنا أضفت نصف كوب زيت نباتي ومثل ما قلت لكم العجينة ممكن تلتسق بالإيد بس مو لينة زيادة كلش حتى تاخذ راحتها من تنتفخ أو من تختمر تصعد براحتها وصير هشة هنا أضفت نصف كوب حليب حتى تنعجن العجينة به وراح تشوفون قوامها شلونة هسا دا أحركها هنا على العالي عجينها ممكن هاي العجينة تعجنوها بإيديكم طبعا عادي شوفوا شلون قوامها يعني مو حيل قوي ولا حيل لين زيادة يعني يلتسق بالإيد بس طبيعي يعني هسا أنا راح أبلل إيدي والكاسة اللي راح أخليها بزيت وأحتفظ بهاي العجينة إلى أن تختمر أغلفها بنايلون وبعدين أحتفظ بها بمكان دافئ إلى أن تختمر وبعدين نشوفون شلون راح نشكلها هاي هي العجينة شوفوها شلون لينة ولزقت بإيدي بس عادي هنا أضفت زيادة نباتي وراح أجيب العجينة وأخليها هنا هايا وراح أغلفها وأتركها إلى أن تختمر بهالصورة غطيتها هنا بفوطة المطبخ ومن بعد فت مرور ساعتي تقريبا تركتها على راحة تختمرت وصارت بهالشكل شوفو شلون الضاعف حجمها وانتفخت هسا راح أشكلها وأيضا أخمرها مرة ثانية هذا هسا شلتها شوفو شلون شلتها شوفو شلون ليونتها حلوة يعني لا ماء حيل ولا قوية هايا ما راح ألعب بها بس مجرد خليتها وراح رأسا ألفها على طريقة التوست هايا شوفو شلونها راح أخليها بهذا قالب التوست أي قالب عندكم مو إلا نفس هذا تستعملوا للتوست طبعا ممكن واحد يستعمل طحين أسمر وأبيض يخلط أويان خالة بالنسبة للي يسوون ريجيم أو المرضى السكر ممكن يضيفون لهاي العجينة نفسها يخلطون جزء أبيض وجزء أسمر وشوية نخالة فصير صحية جدا يصير هذا التوست صحي شوفو شلون فتحتها ملعبت بها بس شلتها فتحتها بإيدي ولفيتها بهذه الصورة يعني طبكتين وبعدين راح بس مجرد أضغط على الحافات وأخليها بالقالب دهنت القالب آني بزيت نباتي ورح أخليها بالقالب ورح أتركها أيضا يضاعف حجمها ساعة أكثر من ساعة حسب مكانكم الدافئ إذا مكان دافئ ممكن ما تأخذ نص ساعة ويضاعف حجمها وتصعد وشوفوها شلون صير وبعدين نشويها هس تشوفو شلون شكلها حلو وخليتها بهذا القالب آني ورح أغلفها أيضا بنايلون واحتفظ بيها إلى أن تختمر هاي 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 هنا غلفتها بالنيلون وراح أغطيها بفوطة المطبخ وتركها بمكان دافئ هس راح يشوفوها ومن بعد ما راح تختمر راح يشوفوها شلون يصير حجمها هذا حجمها الضاعف حجمها وشوفوها شلون صعدت فوق القالب صارت أنا سخنت الفرن قبل عشر دقائق على درجة حرارة ميتين فوق وجوه وسخنت الصينية خليت صينية بقاع الفرن من البداية إلى أن سخنت وجبت مي بارد وخليتها بيها بحيث طلع من عندها بخار وخليت القالب بالفرن بهالحالة راح يصير بخار وراح تقرمش من برا وتكون لينا من الداخل وصارت بهالصورة من بعد مرور ثلاثين دقيقة من بعد مرور ثلاثين دقيقة طلعتها يعني نص ساعة من الفرن وتركتها إلى أن بردت حيل يعني باردة طب صارت من واحد يلمسها باردة يلا قطعتها ما يصير تقطعوها بالبداية لأنه مثل الكيك ممكن تتفتت وهذا شكلها النهائة من بعد ما قطعتها وإن شاء الله تعجبكم وألف عافية اشتركوا في القناة